موسيقى مجزون لأهم الأخبار من قناة يمن شباب أهلا بكم شيعة المئات اليوم الأحد جثمان القائد في الجيش الوطني العقيد عبدالسلام الأصحاب الذي استشهد أمس في معارك نشبت مع ميليشي الحوط الإنقلابية شمال غرب مديريات قعطبة في شمال الضالع وسشهد العقيد الأصحاب وهو يقود معارك ضد ميليشي الحوطي في قطاع حبيل العبد بجبهة الفخر ويعد العقيد الأصحاب أحد أبرز القيادات العسكرية التي أسست النواة الأولى للمقاومة الشعبية في مديريات قعطبة وأخذ معركة تحرير المديرية في أغسطس من العام 2015 ومعركة التحرير الثانية في مايو من العام المنصر قال قيادي عسكري في جبهة حام بمحافظة الجوف أن القرار السياسي هو الذي يمنع تقدم الجيش لتحرير الجوف والتوجه نحو العاصمة صنعاء أضف قائد المدفعية في اللواء 122 العقيد محمد طاهر في تصريح اليمن شباب أن نقص الدعم اللوجستي يساهم في وقف المعركة نظم أهلي وذو المفقودين والمخفيين من أبناء تعز في جبهات كتاف والبقع بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة المؤقت ودعت الوقفة إلى سرعة الكشف عن المصر المجهول لأبنائهم المخفيين منذ أشهر معتبرين التأخير في قضية كهذه جريمة بكل ما تحمله الكلمة بدأ مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تعز احتجاجته للمطالبة بتنفيذ ست مطالب مطروحة أمام السلطات المحلية والحكومة ودع المجلس الموظفين في جميع مرافق ومكاتب مؤسسات الدولة في المحافظة إلى تعليق الشارات الحمراء اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع كفعالية أولى من أجل المطالبة بحقوقهم ارتفعت عمولة الحوالات النقدية في المحافظات اليمنية بشكل مضاعف الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وأثقل كاهلهم ووصلت شركات الصرفة والتحويلات رفع قيمة خدمة التحويلات المالية والحسابة المصرفية بنسبة تصل إلى ألف في المائة حيث ارتفعت قيمة الخدمة من 300 ريال إلى 3000 ريال للمبالغ التي لا تزيد عن 30 ألف ريال في معظم شركة الصرفة كان هذا مجزو الأخبار من قناة يامن شباب شكرا لكم اشتركوا في القناة